لأفعالك ستسعد اتسعد الله في نفسك اتسعد الله في اخيرك وارفع وكفاك ظلما لشعبك انا الاوال لترحل انا الاوال لتتخلى عن هذه الفصالة لعل والله ان يرجعك توبه في هذه النحوظات وان كانت مظالم العبادة في عموك تحتاجه ان تتبقع منها فصفوك العبادة لا تسعد حتى بالتوبة لا بد من تبرية نفسك من اهلك من اهل مصحاب هذه المظالمة وردها النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديثه صحيح قال للمفسر اتأم القيامة صلاة وصيام وزكاة وظلم هذا وشتم هذا فهذا اخذ من حسناته واذا اخذ من حسناته فاذا فنق حسناته قبل ان يقضى عليه اخذ من سيئاته وانا تخفف عن نفسك فعذاب الله ليس بالهيئة. فعجل لنفسك بهذا. كفاك. فالشعب قد مل. والمظالم قد كثرت. انا الاوان لترحل. واقول لكل من ناصرك. وكل من شاعك. وكل من وقف معك. انا الاوان لتعرفوه. ان الدائرة بترتيب الله عز وجل. وان الذي قدر لنبي الله موسى ان يربى في احضان فرعون. هو الذي رب هذا الجيل. جيل الشباب في احضان هذا الفرعون. الذي انشأ هذا الجيل ربه. لا احد غيره. فالتقدير تقديره. وسائل الاعلام تبث السموم بالليل والنهار في اذانه. فاصم الله اذانه عن هذا الباطل. وفتح قلوبهم للنت وغيره. حتى تعلموا الحق من خلاله. ايقظ الله فيهم روحا. ما كان يملك ايقاظها احدا غيره. فالذي هيأ هذا الجيل. هو الذي وعد بالاستبدال. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وهذا التبدل سنة ماضية. سنة ماضية. بل اقول لجيل الشيوخ. الى متى الجبن والحور. ورب الاباد قد بيّن هذه الحقيقة يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. يتوقف عن نصرة دينه. من يرتد منكم عن دينه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اذلة على المثمنين اجزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا خافون لهم دلائم. فليعلم الكل ان هذا الامر جاء بتدبير الرب. فلا مدبر لامر الخلق غيره. قل من يرزقكم من السماء والارض. ام من يملك السمع والابصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الامر. فسيقولون الله. فهذا تدبير الله لامته. وهذا تدبير الله لدينه. وهذا تدبير الله للمظالم من عباده. طال الظلم وكثرة الضراعات. ورب نبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يرفعه الله فوق السحاب. فوق الامام ويقول وعزتي وجلالي. لانصرنك ولو بعد حين. لانصرنك ولو بعد حين. وقد حان الحين. وان الاوان. اسأل الله تعالى ان يعجل برفع هذه المظالم. اه. وان يحرر امة من كل ظالم. اه. اسأل الله ان يؤمن كل مسلم ومسلمة في سر به وعرضه. اه. اسأل الله ان يحفظ لهذا البلد امنه وسائر بلدان المسلمين. اه. اسأل الله تعالى ان يعيد رجال الشرطة لرشدهم. وان يقيهم شر شاطينهم. اه. وان يقيهم شر من دفعوهم لاحتداء على شعوبهم. اه. اسأل الله تعالى ان بارك في جيشنا. وأن يؤلف بين قلوبنا وقلوبهم. آمين. أسأل الله أن يجبع كلمة شعب مصر. آمين. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. آمين. أسأل الله أن يمكن لنا في هذه البلاد. آمين. أسأل الله أن يؤمننا وامن العبادة من حولنا. آمين.